مساء الخير والفل عليكم في حلقة جديدة من حكاياتنا مع هبة الحلقة النهاردة هتكون مميزة جدا لان هي اسم على مسمى قناتنا الصحة والجمال طبعا صحتنا هي كنزة حياتنا ويمكن من اكتر الحاجات اللي بتخلي صحتنا دايما حلوة وهو الاكل طيب انا ازاي هقدر اخلي اكلي صحي من غير مقدر اتأكد اننا هيدخل الاكل ده في جسمي واستفاد بكل قطعة منه مهما كنت اخترت الاكل انه صحي سواء كان خضار او فكهة ومهما تأكدت انه هو 100% صحي عمري ما هقدر ان انا اتأكد ويدخل في جسمي بنسب معينة من غير ما تكون الحاجات والادوات اللي انا بستعمل بيها الاكل ده ان هي تكون صحية 100% الفترة اللي فاتت والسنين اللي فاتت سمعنا عن منتجات اسمها تابر وير وانتشر الاسم بسرعة جدا على اعتبار ان هي من اكتر المنتجات الصحية احكاية تابر وير النهاردة هتحكيها لنا استاذة الشايماء اسامة مدير تسويق فريق اسامة تابر وير اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك احكي لنا بقى احكاية تابر وير اللي انتشرت السنين اللي فاتت بسرعة كبيرة واللي استخدم قطعة منها بقى يجيب كل القطعة اللي في المطبخ الاساسية وحتى الحاجات الطرفي هي كمين هو مبدئين كده هنعرف سريعا تابر وير تابر وير عبارة عن هي اسمها جاي من المخترع الكيميائي ايرل تابر ساعة الحرب العالمية الاولى كان الجنود بياخدوا الطعام بتاعهم فطبعا كان بيفسد بسرعة بسبب الحويات اللي كانت بتبقى فيها ده الموضوع من زمان او او من زمان جدا يعني فهو كان عايز يوصل لمنتج يحفظ الطعام لاطول وقت ممكن فاختر علينا منتجات تابر وير حلو قوي يعني معنى كده ان هي كل المواد اللي فيها هي صحية مية في المية او لان هي مصنوعة من مواد خام اولية غير معاد تصنعهم او عشان كده هو فعلا البلاستيك اللي بيكون عادي بحس ان هو بيدخله حاجات تانية كتير هو ايه الفرق بين بلاستيك بتاع تابر وير والبلاستيك العادي بتاع البلاستيك اللي في السوق عموما يعني ده سؤال حلو جدا البلاستيك بتاع تابر وير عامل زي الدهب يعني عامل زي الفرق بين دهب الدهب اللي هو 24 والدهب عيار 18 ده بالضبط الفرق بين منتجات تابر وير والبلاستيك العادي البلاستيك العادي الضعب عيار 18 بيبقى غير صوفي بيبقى داخل فيه نحاس وداخل فيه شوائب تانية لكن عيار 24 بيبقى خام نفس الحكاية منتجات توبروير منتجات خام غير معايد تصنيعها من مواد خام اولية لا تتفاعل مع الطعام سواء ساخن او بارد لكن البلاستيك العادي بنلاقيه ان هو بيبقى ليه لما بيجي نحط الطعام فيه يومين او ثلاثة وبتلاقيه خلاص الطعام باز او عمل ريحة وتفاعل معايا انه مصنوع من الريستايكلد او المواد المعاد تصنيعها زي الزجاجات واي بلاستيك احنا بنرميه فتخيلي ان دوت يتفاعل مع الطعام ويدخل في اجسامنا فيستبلبلنا امراض زي الكنسر والحاجات طب حضرتك انا شايفة معانا منتجات هاي لا هي شكلها يفتح النفس عموما ممكن حريك بس تتورينا كده معانا ايه النهاردة ونشرح عليه تمام احنا معانا بيبقى معانا ده في حفز الطعام مثلا او الحاجات الكلاستيك او في حفز الطعام هنا هو احنا معانا العلبة دي دي عبارة عن علبة صغيرة جدا بس هي محكمة الغلق كل منتجات تابر وير محكمة الغلق وخصوصا الغطى الدائري دي علبة نقدر نستعملها للاطفال نقدر نستعملها للكبار نقدر نحط فيها مثلا زي روز بلبن او جيلي او مكسرات الغطى الدائري في تابر وير حاصل على يعني داخل في تسجيلات موسوعة جينيس انه هو ما بيصربش خالص لو انا حطيت فيها مية او اي سويل يعني مثلا لو انا رايح النادي ومعايا اكل معين فيه اكلات كتير منبقى مش عارفين ناخدها النادي او لو رايحين زيارة واعيدين الاكل المعين لطفلنا علشان هي بتبدلق او ما بيكونش اللوك يكون محكمة فهي كل منتجات تابر وير الغطى بتاعها محكم الغلق او الغطى محكم الغلق وخصوصا من الغطى الدائري هو المحكم الغلق اكتر فيه كمان معانا اللانش بوكس دوت طبعا احنا عندنا منتجات متنوعة جدا لتابر وير عاملة للاطفال للكبار للبنات للرجال لكل حاجة اللانش بوكس دوت مستو انه هو متقسم يعني زي ما احنا شايفين نقدر نحط فوق هنا مثلا فاكهة او عصير كذا ساهم اه ومن تحت هنا نقدر نحط يعني بياخد كمية ساندوتيات حلوة وحاجة صحية بحطها الابني او البنتي في المدرسة او في الشغل وبتبقى محكمة الغلق ويعني مضمونة تماما انا اعتقد كمان ان اللانش بوكس ما بقاش الفترة دي بيكتصر بس على الاطفال ولا في المدارس ولا في النادي بمناسبة كرونا واللي احنا دخلنا له واحنا ما بقيناش يعني ما عندناش عشرة في المية يعني ريسك ان احنا نشتري اكل من بره حتى لو ديليفري بقى خلاص كل واحد بيروح الشغل بقى ياخد معاه اكل من البيت فاعتقد انه مش هيلاقي احسن من المنتجات اللي انا متأكدة 100% ان البلاستيك بتاعها مضمون ومش معد تصنيعه ان انا اخد الاكل معايا يعني وتفل شغلي او حتى لو خرج مشوار في ايه تاني كمان معينة عندنا كمان اهم حاجة في طابر وير هي علبة الخضار طبعا احنا يعني كستات بيوت عارفين احنا بنرمي قد ايه خضار وفكهة يعني ربنا يسمحنا عليها لكن انا بسمي منتجات طابر وير حافظة النعمة انها بتحفظ الخضار والفكهة والاكل بتاعي لاطول فترة ممكنة العلبة دي علبة نقدر نحفظ فيها الخضار او الفكهة ده هنا عليها جدول في التعليمات اللي هو نقدر نحفظ فيها ايه والميكانيزم بتاعها ان الغطب بتاعها بيسمح ان الخضار والفكهة بيتنفسه فنقدر ان احنا نزبط فتحة التهوية على اساس الحاجة اللي احنا حزنها جواها حتى من جوا هي بيبقى ليها مجرى هي عميقة كمان انا شايفة اوه وخامتها نفسها اوه حاسة كده المجرى من جوا دوت بيقدر ان احنا ننزل فيه بيتلاقي الخضار بيكاستف وبيعمل بخار فبينزل هنا المية بتاعته اوه فيبعدها عن الفكهة والخضار وتقدر تقعد اطول فترة ممكنة اوه فعلا كان يمكن السبب اللي بيخلي الخضار والفكهة تبوز بسرعة البخار اللي حضرتك قلت عليه اوه 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 فعلا يعني هي كمان هي علبة خلاص احنا عرفنا طبعا قيمة البلاستيك بتاعها لكن كمان فيها جدول والميكانيزم بتاعها وكمان بتدخل هوا عشان الخضار والفكهة نفسه حاجة حلوة قوي طيب انا في الكواليس قلتلي وانتي متعرفيني على الحاجات عشان في حاجات كتير مهمة مش عندي كمان في البيت قلتلي فيه علبة اسمها ما تنسنيش انا عجبني اسمها جدا احكيلي حكايتها بقى هي موجودة جوا هنا العلبة دي حلوة جدا وانا بحب افتبروير ان هي بتعمل تخصص لكل حاجة يعني مش باز علب وخلاص للتلاجة لا ده فيه كل حاجة ليها وظيفتها ايه بقى ليه اسمها ما تنسنيش لانها العلبة دي بتتعلق في رف التلاجة بنقدر ان احنا ساعات بنقطع نصف طفحية نقطع نصف فلفل الوان بيبقى كبير فاحنا بنبقى بعد كده بنرمي لكن احنا لو حطناها في العلبة دي وحطناها وعلقناها في رف التلاجة فهتبقى قدامنا هناخدها على طول وهناكلها تاني طيب فيه ساعات اكلات بنبقى مثلا رايحين ديش بورتي او عاملين يعني غدوة مع بعض اصحاب وبيكون فيه صاص بتاع اكله ممكن اقدر احفظ فيها الصاص اي دي اكتر حاجة اللي واحد بينسها بالمينة هو بصراحة يعني هي تبقى اكتر للحاجات اللي هي زي الفكهة والحاجات دي تمام الصوص بقى نقدر ان احنا نتكلم عن دي هي دي اسم اللي هي الخفاقة تمام دي بصراحة انا بسميها يعني الجوكر بتاع مطبخ لان هي بنقدر ان احنا نعمل فيها حاجات كتيرة قوي اكتر حاجة بنحبها زي النسكفي او الفوم بتاع النسكفي او الكريم شونتي او الكريب او الاملت اوه حلوة لها استخدمات كتير قوي في اي حاجة بتبقى ميكسر يعني اوه لها الشيكر يعني اوه لها الشيكر يعني طب حاجة حلو قوي انا كنت عايزة اعرف كمان هو طابر وير بس فقط على البلاستيك ولا فيه حاجات ماتيريال تانية هو الاسف فيه ناس بتفتكر ان طابر وير بلاستيك بس لكن احنا عندنا كمان استانلس واستانلس طابر وير زي ما انت شايفة كده يعني ما شاء الله خامة روعة لان هو مصنوع من النيكل شكل وتقيل اوه هو تقيل ومصنوع من النيكل كروم من انقى انواع المعادن والسبائك وهنا بنلاقي في القاعدة بيبقى فيه سبيكة السبيكة دي بتمنع ان طبعا بتخلي الحرارة تتوصل بشكل وتتوزع اوه تتوزع بشكل كويس جدا وكمان انه ده بيستعمل الاستانلس ده في دعامات القلب اوه يعني ده كاترة بيستعملوه في اكسامنا فده انقى انواع الاستانلس اوه كمان نقدر ان احنا بنعمل فيها طهي صحي ونعمل بقى اقل كمية مية ودهون طيب بمناسبة الطهي بقى الصحي ودهون انا عرفت كمان ان انت بتعملي وصفات حلوة جدا بكل منتجات تابر وير واحنا يمكن معانا كمان شوية سوار قبل ما تتحضر بس كان فيه سؤال عايزة اسأله لكم مهم اوي دلوقتي طبعا انت عارفة جائحة كورونا وان احنا خلاص بقينا كل حاجة عايزين نبنيها من اول وجديد صح طبعا فضلنا نقول كتير اوي ان احنا لازم نهتم باكلنا بالفكهة بالفيتامين بالخضور دلوقتي انا حد ما عندوش اي حاجة من منتجات تابر وير وعايزة ابدأ ابني المطبخ بتاعي من اول وجديد بس بحاجات صحية واسيب بقى خالص المنتجات البلاستيك والحاجات اللي هي السيئة او الرديقة الصنع تنصحيني بايه لو انا حد مبتدأ وعايزة ابتدي باهم المنتجات من تابر وير تمام انا بنصح دايما اللي بيسألني السؤال دوت انه هو ياخد علبة الخضور لان دي اكتر حاجة احنا الخضور والفكهة بنرميها لو جبنا كده ورقة وقلم وكتبنا كل اسبوع احنا بنرمي قد ايه هنلاقي ان العلبة دي مش غالية خالص بالعكس هيبقى تمانها اقل من اللي احنا رميناه وهنحط فيها الخضور والفكهة في التلاجة وكده انا حفزت على صحتي وحفزت على فلوسي لان هي كمان ضمان مدى الحياة وعمرها ما هتغير معي ممكن كمان طب نشوف الصور بتاعت الوصفات ونرجع نكمل الحاجات يلا نشوف مع بعض صور كده الوصفات شهية جدا دي الالترا برو دي بتاعتر نعمل فيها الاكل باقل كمية دهون وباقل كمية مية فما بيخلناش نستعمل بهارات كتير وملح والحاجات دي اللي هي بتبقى مؤزية لينا تمام يعني احنا ممكن نعتمد بيها باقل نسب دهون اه دي وصفات انا عامليها عاملة هي الفرخة وهي من غير تحمير ولا اي حاجة تشكلها شهي جدا ربنا اي خليك واما ما مستحش عاما ايه يعني هي كده مش متحمرة لا خالص وده كمان الريش كل دوت بتبقى في الفرن بدون ودي البيزة بدون اي بيزة كمان او بدون ما نفتح عليها الشوية هي بتتحمر لوحدها يعني هي كده بنحط كل المقونات بتاعة الوصفة وبندخلها في الالترا او تمام يعني شكلها كده مش متحمر دي حاجة جميلة ده اي بقى؟ دي عيلة بالفريزر اللي هي طبعا بنقدر نحافظ فيها عن الاكل لاطول وقت ممكن وما تكونش تلج ونقدر احنا نطلع الكمية اللي احنا عايزينها طب دي عالوا موضوع التلج ده كان بيبقى مشكلة وهطلع الكمية كمان فعلا انا عايزها كل وصفة تمام او دي بتبقى عاملية جدا ودي برضو وصفات انا كنت عاملها في رمضان الشعرية باللبن الله برضو كل دي في منتجات تابرويل ده لانش بوكس نقدر احنا ناخده طبعا للاطفال طبعا للانش بوكس ده احنا ممكن ناخده مش بس الاطفال كمان بقى كبار الكبار في الشغل ايه تمام وليه اشكال منوعة كتير اشكال جميلة لا هي بجد منتجات انا حاسة ان هي صحية جدا وكمان شكلها يفتح النفس لان في حاجات ده ايه؟ ده الشيكر اللي احنا اتكلمنا عنه نقدر نعمل فيه الفون او الماكتشيك او صصات الدريسنج ونقدر نحفظ فيه كمان اي صصات وده ايه؟ ده الترمص بيحفظ السواء بارد او ساخل لمدة 12 ساعة وما بيوجدش فيه مدد الزقبق اللي موجودة في معظم الترمصات يعني وحساك كمان ان هو سهل يعني سهل ده دي حاجة دي برضو علا بالفريزر انه بيورينا زي ما بتكونش تلج وبيقامونتها سهولة نقدر نطلع الكمية اللي احنا عايزينها وده؟ ده ده السويت بوكس انا كنت عاملة بقى طبعا من البسكوت والكحك عشان الى يعني العيد وده مغباز دوت اللي هو المفرش بتاع الخبز في طابر وير اه في مفرش للخبز؟ او في منتجات للخبز وفي ادوات لتشكيل العجين كل حاجة يعني كمان العجين والبسكوت وكل الحاجات دي ليها كمان منتجات من طابر وير اوه يعني هو يعطبر ما سابش حاجة في الاكل او الوصفات غير لم عامل لها منتج او لأ هو طابر وير يعني تحس انه هو يعني عامل لكل حاجة تخصص ده ايه؟ دي علا بحفظ البقليات والرز ما بتخليهاش تسوس وتمنعها خالص عن التفاعل مع الهواء او الرطوبة حلوة قوي بجد انا شايفة انه هو يعني مجمع كل الحاجات بس اتفاجأت صراحه بموضوع البسكوت ومفرش الخبز او او لأ في حاجات كتير يعني هو يعطور كل حاجة اه طيب في بقى سؤال عايز اقوله لك برضه بمناسبة الظروف اللي احنا فيها واصلا المفروض ده يبقى لايف ستايل عندنا ان احنا لما نخرج ناخد حاجات معنا اه لو انا مثلا رايحة مطعم او عند حد او مطعم او نادي ومش عايزة اكل بالمعالق والشواج بتاعتهم كنت عرفت منك في الكواليس ان احنا عندنا طاقم معي له هو موجود معينا بس احنا اوه اه اوه احدى حاجة بقى اعجابتني ان هو بيتقفل كله مع بعض صح اوه لا هو فيه دايما طبور وير بيقى فيها فكرة وفيها يعني تحسي ان اللي طبعا يعني العاملين طبور وير بيبقوا ديزايين يعني بيبقوا كرياتل يعني بيبقوا مبداعين يعني بيحاولوا ان هما يسهلوا على الست ان هي تنظم مطبخها وتسهل الحياة بالنسبة لها وتحافظ على صحتها فهنا احنا هو الطقم دوت بيبقى ماسك كده مع بعضه شوكة وسكينة ومعلقة بسهولة احطه في شنطتي اخده في اي مكان ماستعملش اي حاجة من برة اخده الدي الاولادي في المدرسة او في النادي فهي وقامنة جدا وما بتتفاعلش مع اي طعوم اهم حاجة التفاعل مع اي طعوم يمكن انا كمان اكتر احنا دايما بنقعد نقول هي ليه اكتر المنتجات الصحية يمكن ساعات ممكن اشتري جبنة وحطها في العلبة وممكن بعد يومين يلاقي ريحتها ده غيرت انا ممكن اقول اقص ريحتها غيرت ممكن علشان خلاص سبتها من البلاستيك بتاعها علشان التلاجة بالعكس احنا على فكرة الجبن والاكل اللي احنا بنحفظه في التلاجة بالعلب المش صحية بيكون بكتيريا احنا ما بنشوفهاش ممكن من اصلا ما بنكونش حتى لها ريحة او لا احنا كمان يعني يتحس ان الناس يعني ان تعويدهم هما يجيبوا البلاستيك العادي خلاص بيحسوا انه يعني بقى شيء عادي حتى الاكياس اللي هي داخل الفريزر بتتفاعل لما بتيجي تطلعي قبل كده قبل ما عرف طابر وير وكنا نحطه في الاكياس تلاقي ان الطعم فيه طعم وفيه ريحة للأكل وخلاص انت بتطلعي بيبقى يعني بيبقى ددي يعني بيبقى خلاص انه هو مش هيستعمل المفروض فعلا صح عندك حقب ندخل بقى في قصص تانية كتير اه اه يعني ربنا يحفظنا يا رب امين فيه كمان حاجة كنت عرفتها ان فيه طبعا الفترة دي فيه سيدات كتير بتبقى عايزة تشتغل او تفتح مشروع وطبعا فيه سيدات بتبقى يعني صعبة عليها تنزل كل يوم او يبقى شغل بموعيد معينة فبيتجهوا للمشاريع اللي بتكون للبيت انا عرفت كمان ان طابر وير ممكن يساعد اي ست ان هي تعمل مشروع من البيت او بالزبط طابر وير انا يعني مديرة تسويق في شركة طابر وير انا في الاول كنت دخلة عشان اجيبها حاجات دي لي انا لكن بعد كده بقيت مديرة لان انا حبتها وبعد كده بقى بيزنس بالنسبة لي فاي حد عايز يبدأ ان هو يشتغل ويسوق للمنتجات دي بيكلمني وبعرفه ازاي طريقة وبتبقى فعلا ليه مدخل يعني ليه دخل كويس ليه وفي نفس الوقت مش هتتعب خالص هي هتعمل بس موقع على الانترنت وتقدر تسوق منتجاتها بمنتهى السهولة وبالأوردر يعني اللي هي احنا كانت لبقى مسكينين موبايل ببقى أوردر اونلاين طيب حلو جدا لأ لطيف جدا موضوع بجد المشروع من البيت وحضرتك انا يعني غير ان انا معجبة بكل المنتجات بس انا معجبة بيك شخصيا عشان انت بجد من يعني مثال ستة مصرية ان هي عاملة بروجيكت ومش اي بروجيكت لان انا بحترم قوي الناس اللي بتعمل حاجة مفيدة او ان انا مش طالعة اسوق لمنتج ايا كان لأ بحب ان حد يطلع يسوق لمنتج يكون مضمون فعلا بجد مثال حلو قوي قوي بجد معنا احنا كده كده ارقام حضرتك كمان معنا اي حد عايزة تواصل لأوردر يبدأ يعيد تاني المطبخ من اول وجديد الارقام موجودة على الشاشة وكمان الويب سايت كان في حاجة كمان كنت عايزة اسألك عليها يمكن هيكت اول حاجة عارفنا بيها تابر وير وهي الزجاجة الزجاجة الزجاجات الفلاسك كمان انا عايزة عارف مواصفاتها غير ان هي سهلة ومش فاحلة او ممكن حريت تشوفي الجنبك دي اه اه اللي جنبك دي فيه زجاجات للاطفال وعايزة اقولك ان فيه زجاجات من كل الاحجام من تسعين ملي لغاية اثنين لتر اه وكمان الزجاجة المارون دي تحفى ودي اكتر حاجة بتطلب مني اه لان هي بتبقى محكمة الغلق ما بتتفعلش مع حاجة بس طبعا احنا ما بنحطش فيها حاجة سخنة لو حاجة دافية او حاجة بردة انت عارفة ليه الازازة بتاعة تابر وير اشهر ازازة هكلمك بقى كحاجة شخصية والله يعني اشهر ازازة ويمكن الناس كبار كمان غير الناس كبار بتخدها النادي او شغلة انا عن نفسي اه ما بعرفش اشرب من اي حاجة بلاستيك مهما كان البراند بحس ان ليه ريحة لما جات لي واحدة هدية كان عدملات حد يعني من ولادي فحست ان هي بشرب منها انا مش لقيا ليه ريحة البلاستيك اللي كان في العادي تمام فهي عشان كده بقى عشان البلاستيك بتاعها قوي اه عشان البلاستيك بتاعها مصنوع مضخم ما بيتفعلش فنفس الحكاية وكمان كل حاجة ليها استخدام ولها طريقة للاستخدام وللعناية انا برضو لما باجي اديها لأي حد او اي حد بيطلبها مني بقوله دوت وفيه حاجة كمان كويسة جدا في التابر وير ما ننسهاش هي الضمان ان التابر وير نقدر ان احنا لو حصل اي حاجة حصل فيها مشكلة او فيه حاجة معينة طيب يعني منتجات صحية ومتعددة الاستخدامات فيها كل حاجة اي حد يحب يبني مطبخه من اول وجديد ويستغنى عن الحاجات المجهولة الصنع على طول يتواصل مع استاذة شايماء واي حد يحب يبدأ مشروع يتواصل مع استاذة شايماء نورتيني وشرفتيني بس هتقابل في حلقة تانية عشان لازم نعمل مصرفات الصحية منتجات تابر وير شرفتيني استاذة الشايماء وسامة مدير تسويق فريق وسامة تابر وير فاصل وهنرجع لكم ونكمل بقيت حلقة الصحة والجمال الفقرة التانية تغذية وعلاج مع دكتور نور احمد استنونا